مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد اه حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبساعدة دايما احوالك اي انا شايفك اهو دفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد ومنطالق كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية اه ممكن تكون لوحدك هذه الفترة اه ممكن تكون برضو خرق لسه خارج من علاقة او بادئ علاقة خلينا هنشوف برضو اللي وراك انت وراك الفورة في حد متابعك وبصص عليك من بيت على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والهوى والمية في حد متابعك ممكن وبصص عليك ده مش بصص عليك بس ده ده متمسك بيك كمان وممكن تكون انت مش عايز اه تخش معها في علاقة او انك عايز تبدأ مع علاقة ده اللي هنشوفه دلوقتي طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة انا ممكن خلينا نشوف طيب اه مشاعر الحبيب شايفك ازاي اه مش بقول لك بصص عليك اهو بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة برج الاسد بجد من الابراج اللي لما اعمل لها اقراءة لازم يطلع فيها ستار ليه ما عرفش طبعا انت ستار بس انت معقول يعني ايه حد يشوفك كده اللي هو واو ده مش ده ده بنا قدم معنا طيب لو زعلان منك زعلان ايه او متضايق مسلا شايف العلاقة ازاي ده بقى بص ده معجب معجب بيك ما بولك بصص عليك وانت بص ويا في الصخرة انت شكلك كده بتبهر الناس الايام دي بص احنا في الشتاء واقف جنب النهر ولا همك ولا همك متكتكيني هنا وانت ولا همك ممكن تكون واحدة وانت واحدة وجزابة قوي 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 وهز الشخص معجب بيك قوي طيب اه انه يتود داخلية وما يزهره وهز الشخص عامل افحاده طيب هوا مبدئيا انت شكلك مش في علاقة ممكن يكون ده اه اعجاب ممكن حد اعجاب او شخص بيكلمك دلوقتي اه ولكن بيلمحلك من بعيد انه معجب بيك القناة دي يكون ممتعة لحد ما يعني طيب مبدئيا هزا الشخص مشاعره ايه اه ممكن نقول انه هو مسده لك ومشاعره مسكه في ايده كده عايز يسلمها لك نفسه يدي لك المشاعر دي اه ممكن تكون بتتعامل مع حد برج اه ترابي اه ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي اللي عندي هنا يعني تفتقد برج الحمل اصلا اه دلو وكمان ايه تاني وميزان مسلا اه برضو ده برج الحود زين جيتمان برج الحود برضو طيب اه كوين اوف بانتكالز اه هزا الشخص بيحبك على فكرة ولكن حب بطريقة غريبة شوية هزا الشخص عايز يمتلكك مش امتلك وحش ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو مسك الحاجة كده بس كل حاجة يمسك هو عايز يمسكك لان انت مفيش حد بمسكك انت لوحدك كده طاير بصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك او مهتمة او باعمالك وبشكلك محلوة او انت برجل اسد الفترة دي سواء رجل او سد محلوة يعني عملت حلاوة علينا فهزا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور سواء خطوبة زواج علاقة لان هو شايفك انت زي النجمة ستار شايفك زي النجمة بالزبط وبص حتى هنا لوحدك برضو يعني زي ستار هنا شخص لوحده وبردو هنا شخص لوحده فممكن تكون انت حاليا مهتمة بانجازاتك قوي ومش مهتم بيها بس انت مهتم بيها ومحقق نجاحات فهذا شخص مبهور بك فهو عايز يمتلكك او يخلي مشاعره مستقرة يقول هيلك مسلا يقولك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معاك عشان نبدأ علاقة مثلا. آآ طيب هو زعلان منك? لو زعلان منك زعلان ليه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك المادية فقط. هو زعلان لان مفيش تساوي في زيلة لك. شخص ده معجب بيك اعتقد وده بنسبة تساوي في الماء. دي آآ علاقة كراش. آآ حد آآ اه اصرح لك بعجب واعتقد بالفعل. وقال لك انا مش هسيبك مسلا. خلاص بقى انا احبيتك ولاقيتك وانت ما زلت في مسلا عيش لوحدك. خلاص عادي. معجبين كتير يعني مجاتش على ده مسلا او مجاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك. برضو لوحدك يعني انت برضو لوحدك يا في الصورة. ومختار طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت آآ تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس. آآ تخلص دراستك او تخلصي كليتك تخلصي شغلك. تترقف شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والعلاقة بينكم مش متوازنة. مش عايز تدي بتاخد معاه. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لأ. بتتمل اف اون في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لم تعرف تقرب ولا بتبعد. مرة بتدي مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هزا الشخص يا برج الاسد ارحمه. ارحمه من من جبروتك. هو برج الاسد بيحب يزبط نفسه على فكرة في العلاقات دي مش حاجة ماشية. لكن هو بيحب لما يخش علاقة يحس يحس كده ان اللي قدامه عايزه ويتهافت عليه. طيب آآ هو شايف العلاقة ازاي? شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوية. وهي نقصها بس كوباة واحدة ونجيب المأزول. والله لان بعد الورقة دي التين اف كابس اتنين متجاوزين. فهو عايز الشخص انت بالنسباله ستار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي بتدت. فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبالي. فهو تقريبا زي شخصة مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تمام. هو بس ناس ان انت العروسة تاخذ المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجيب بقى يقرى الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العشرة او انت الامنية العشرة. آآ مش بقول لكم الاقراءات بتاعت الكراش دي بحب بقى بصراحة يعني. بتظهر الاقراءة كده في النص بحب بقى. طيب هو نيده الداخلية ايه هو عايز اشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى آآ مثلا يعني ما يكونش فيه آآ ياخد ويدي معك. لأ هو عايز عايز اشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباهك. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت آآ ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مأجل الموضوع. هل انت اصلا معجب بيه او منجذب له. هلنشوف. هنقفشك يا برج الاسد. والله يلاقفشك. حال انت برج. يا برج الاسد كده لطيف. منجذب على هزا الشخص وعلى اللي. آآ والله انا خايف يكونش منجذب له. بس انت شكلك كده. لأ انت منجذب له. انت منجذب له وهو عجبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني. او شكله حلو وجذاب. ولكن انت عارف انت آآ آآ لو انت حد بيتفرج على برج الاسد. وبرج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد معجد به جد. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباة. آآ بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع. انت ممكن تكون بتدلع على هزا الشخص اللي هو خلاص بقى. آآ ما تبص كده يا عماد لا. آآ برج الاسد بيتدلع. انت يا برج الاسد بتتدلع الشخص. ده هو عجبك جدا ودخل دماغك قوي. داخل دماغك قوي هزا الشخص. لو انت راجل فالبنت دي اخلق دماغك قوي. بس انت مش عايز تزهر له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبيله انه هلا مش فاضي والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. انت خطب امتى بقى ممكن تكون بتحب ان انت فيه فيه ناس بحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين او ياخد تلاتة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يعني. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيك. بس مش عارف انت بتعمل مع كده ليه? آآ طيب هو هيزهر لك ايه? هو هيزهر لك آآ ثري افواند. ده هيتخنق معاك. ده هجيب نص يتخنق معاك كمان. لا 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 الشخص ده مش سهل خالص. فمش هيسيبك على فكرة. الهلمك يعني. بص انت 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 عامله خرم في دماغه يا برجل ازا. خرم. كبرياءك عامل للرجل او للبنت دي خرم في دماغه. بص. مش عارف نهم او مش عارف اتنهم. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه? هو ناوي آآ يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقول لك آآ هو انت عايز ايه? انت عايزني ولا مش عايزني? هو هيوقف وقفة كده مع النفس ويجي يقول لك انت عايزني ولا مش عايزني. عايزني هبقى معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلال انا راجل عندي شغلي عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبتي بيك ودخلت البيت من بابه او من شباكه يعني. حتى لو في الدول الارض يمكن اكون الشباكه عادي من نخش منه. مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هزا الشخص هيوقف يقول لك آآ انت عايز ايه? عايزني اتقدم ولا عايزني امشي واسيف لك العلاقة خالص. هو ممكن تحدس مشدة ما بينكو لكن هتبقى كويسة. وهتنتج بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواك. احذر منه بابر جلاس. يعني انت لو ما خد ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوسلك لمرحلة ان انت تقول له انا معجب بيك. والله معجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مشاعرك. عايز يفكك من الربطة دي. هتقول بقى رابط لي بقى في الليلة دي مش هنخلص. فهيتخانق معاك بس اخناقه وهمية يعني مش خناقه حقيقية. هي اخناقه القصد من اخير. ان هو يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة. اه حياته ماشي ازاي? حياته ماشي بالميزان. ده الراجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هزو الشخص ميزان. حياته بالميزان. علاقاته اشياءه كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا. تعالي شوف طب نصيح تتروليك. ان كنت تكون خايف. بس انا حاسك بتتدلع ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة الترول برج الاسد. مشاكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه? انت خايف على فكرة من هذه العلاقة. وماشي وبطء وتكاد تكون مش ماشي اصلي. يعني انت كان تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. ان كنت خايف من هذا الشخص في هذا الشخص حقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمنىك يتمنىك. عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكس ما بداخلك. بمعنى. وانا افضل اقولها افضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتوا خايفين. قولوا انا خايف. قولوا انا خايف. ليه? ليه? عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك. بيخلي يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وان انت مراخيرك فوق ومش عايز ترتبط به. مع انك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط به. خايف اقول له والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية. اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حيوة. خليه بقى يجيب اشوف هاي يثبت ازاي. بس هزا الشخص جاد جدا. ومستعد ان يبني معك هزي العلاقة. فلو انت عتتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هزي الحركات. طيب آآ العزاد ما نلقاه دم في الطريقة. آآ في حد من الماضي يا برج الاسد. وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. آآ هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. آآ بس لو آآ انت كعازب انفصلت عن حد فهزا الشخص ندمان عليك قوي قوي قوي. ندمان عليك قوي. آآ هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي هم مش هيجي. لكن هو آآ قاعد لوحده كده. وبيراجع ذكريات العلاقة وقت الانفصال. وليه حصل اصل الانفصال ما بينكو. آآ هل هو يتقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد. لان هو ندمان قوي 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 عليك. ومسك الكباب بتاعته وعمال يقول يا طرح هيرجع. يقدر يرجع له. هو عايز يرجع. عايز يلف داره وبص يبص على كوبايتين ويجيه لك. بس هو مش هيقدر. هو تعبان نفسيا على فكرة. آآ انكنن شخص ده. ليك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده ليك ايه? لان هي كده. هو عايز يقول لك حاجة. المفاصلين يا جماعة. او العزاب بس ليهم علاقة سابقة يا. يا هربيو ده تعبان قوي. ده عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وفراءك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العزراء او برج مائي حوت سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. آآ من الماضي انت يعني سايبه بقلك فترة. عز الشخص مجروح قوي. وعايز يقول لك انه تعبان من غيرك قوي قوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء بخ كل شيء انت. شوف انت هتعمل ايه برج الاسد طيب. لان الشخص ده تعبان قوي قوي يعني. آآ عن الورقة دي كانت ازاي نميزه فهو ممكن يكون برج عزراء او تحركاته بطيئة شوية